نيجي نقطة طبعا مهمة جدا كمان أصداء البلندور وعدم حصول محمد صلاح على المركز السابع في البلندور كان لها أصداء كبيرة جدا 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 النهاردة يمكن من 3-4 ساعات ألان شيرر المهاجم الإنجليزي الشهير تلعب بتويتا وكتب من خلال بعض الجرائد هناك وكتب يعني بصراحة في حق محمد صلاح كتب كلام جميل جدا جدا المعروض على حضراتكم باختصار زي ما بنقول محمد صلاح هو بيقول محمد صلاح is the best in the world right now يعني محمد صلاح بيقول هو أفضل لعيب في العالم دلوقتي بيكلم the best goal scorer and the best player full stop يعني بيكلم هو خلاص أحسن هداف في العالم وأحسن لعيب في العالم نقطة ومن أول السابع كتب الماجيك اللي بيقدمه محمد صلاح فيه أفضل دوري في العالم وأمام أكبر فرق العالم وبتكلم على محمد صلاح أنه بس ده بيتكلم أنه هذا السحر وهذه الإمكانيات والأهداف الرائعة اللي بيسجلها محمد صلاح ده بيقول لك week in week out يعني أسبوع بعد أسبوع وبيقول لك year in year out يعني كمان سنة ورا سنة محمد صلاح بخلال بيقدم مستويات هو بيصفها بألصح وبيتسائل بشكل يعني فيه نوع من الترياءة بلغتنا كده يقول لك how he came seventh in the last ballon door voting is any body guess يعني إزاي أن محمد صلاح يحصل على المركز السابع في البلندور هل من يعني مفسر لهذه الأمور طبعا البلندور ويعني صدى طبعا فوز ميسي بهذه الجائزة طبعا كان لها صدى كبير جدا وما زال لغاية دلوقتي في كل العالم ونهاردة معنا النقد الرياضي محسن الملوم كان موجود في فرنسا هيقول لنا كمان هو سمع إيه فرنسا وكانت الأجواء إيه واردود الأفعال كانت إيه كمان عندنا من ألمانيا الناس قالت إيه نحن نتكلم دايما على البلندور وبكل أمانة ومحمد صلاح ما كانش هياخد المركز الأول في اعتقاد ناس كتير جدا وفي اعتقادي كان لفندويسكي طبعا المهاجم الرائع لفريق البايرن والمنتخب البولندي كان هو الأحق بهذه الجائزة هنتكلم بالتفصيل برضو من خلال حلقتنا ترجمة نانسي قنقر